وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدا سعر رسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 536 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 286 طن مواد غزائية وغير غزائية أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 34 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط حوالي 237 طن وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغزائية تم ضبط حوالي 15 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 427 قضية من بينها 145 قضية خبز ناقص الوزن و87 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر